اشتركوا في القناة قرر ندي برشلونة ارسال احد كشفه الى ملعب مينيا راو الذي يستضيف نهاي كاس البرازيل بين كروزيرو وكرانثيانز لمتابعة موهبة جديدة واشارت صحيفة سبورت الكتالونية ان اندريا كوريا السكرتور التنفيذي لبرشلونة سفر الى البرازيل مجددا لمتابعة اللاعب الشاب بيدرينيو والملقى برونالدينيو الجديد في المباراة النهائية ويلعب بيدرينيو بنادي كورانثيانز في مركز الجنح الايمن ويتميز بمهارات فريدة بقدمه اليسرى جذبت له الانظار داخل الابلوغرانا للاهتمام بمباريته قبل الدخول بمفاوضات رسمية مع ادارة نديه بيدرينيو يمتلك عقدا ساريا مع كورانثيانز حتى يونيو 2020 ويمتلك شرطا جزايا لفسخ العقد قيمته خمسون مليون يورو عاد البرازيل باولينيو اللعب برشلون الاسباني المعاري لاغوانزو ايفي جوراندي الصيني للندى الكتالونية ونشر الحساب الرسمي لبرشلون عبر تويتر صورة لباولينيو اثناء زيارته للمدينة الرياضية اخوان جامبار وقال باولينيو في تصريحاته ان سعيد للغاية لرؤية زملاء السابقين في الفريق والموظفين مرة اخرى ان اوقدر حقا هؤلاء الاشخاص في النادي واضاف بشان متابعته لمباريات برشلون هذا الموسم يلعب البرسا دائما بشكل جيد للغاية وعندما تتح لي الفرصة اشهد كل مبارياتهم وغادر باولينيو صفوف برشلون في انتقالات الصيف الماضي منتقلا الى جوانزويف جراند الصيني على سبيل الاعارة كشفت تقارير صحفية ان المدرب الفرنسي زيندين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني قد طلب التعاقد مع هدف الدوري الانجليزي الممتاز محمد صلاحة قبل ان يرحل عن الميرنجي وكان زيدان قد وضع حد لمسيرته مع الريال معلنان عن استقالته ورحيله عن صفوف الندى الملكي في يونيو الماضي بعدما قاده للتتويج بلقب دور ابطال اوروبا الثالث على التوالي تحت قيادته والثالث عشر في تاريخه وبحسب صحيفة البايس الاسبانية فانزيزو قد اوصى بالتعاقد مع محمد صلاحة نجمي ليفربول قبل ان يرحل واشرت الصحيفة الى ان صلاح كانت ضمن قائمة تتكون من ثنائي هجومي اخر حيث اراد المدرب الفرنسي التعاقد كذلك مع البلجيكي دن هزارد جنحت شلسي بالاضافة الى هاركين مهاجم توتنهام هوتسبير يذكر ان الصحيفة ذاتها كانت قد اكدت ان زيدان اراد التخلص من الدولي الولسي جاريث بل رد كاريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على تصريحة نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاخيرة وصلح لوغريت بان بنزيما لن ينضم مرة اخرى لصفوف المنتخب الفرنسية خاصة بعد تراجع لياقته البدنية مشيرا الى ان قضية نجم ريال مدريد وزميله السابق في الديوك ماتيو فالبوين لم تنتهي وشهدت فصلا جديدا الاسبوع الماضي ونشر بنزيما عبر حسابه الشخصي على تويتر سيد ايغريت اطلب منك ان تنساني دعني وشاني من فضلك فرنسا هي بطال العالم وهذا هو الاهم الامور الاخرى عديمة الجدوى وشكرا لكم يذكر ان اخر مباراة شارك بها بنزيما بقميص المنتخب الفرنسي كانت ضد ارمينيا في الثامن من اكتوبر عام الفين وخمسة عشر قطع الاسباني ماركو سالونسو ظهير تشيلسي الطريقة على ريال مدريد الذي كان مهتما بضمه بعدما اكد انه سيجدد عقده مع الفريق اللندني خلال الايام المقبلة ويبحث ريال مدريد عن ضم ظهير ايسر جديد في الفترة المقبلة لمساعدة البرازالي مارسلو في ظل عدم وجود بديل قوي وقال الونسو في تصريحات لصحيفة ايسر الاسبانية ان هادئ للغاية وسعيد في تشيلسي والندي ايضا يجب ان يكون سعيدا واضاف نحن نتحدث عن الامر في الوقت الحالي والمحادثات متقدمة ولو سارت الامور بشكل جيد اعتقد انني سوجدد عقدي قبل نهايتي هذا الشهر يذكر ان الونسو كان لعبا في شبابريا مدريد حتى رحيله عن قلعة سانتياغو برنابيو الى بولتون الانجليزي في الفين وعشر ومنه الى فيورنتينا الايطالي قبل ان يستقر به المطاف بتشيلسي في صيف الفين وستة عشر كشف التقارير صحفية ان المدرب البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لنادي منشستر يونيتد الانجليزي انه سيتواجد هذا الاسبوع في الجبل الاسود من اجل مراقبة لعبان تمهيدا لضمهما لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات وبحسب صحيفة اسبورت الاسبانية نقلنا عن تقارير صربية فان اسبيشل وان سيتواجد في مباراة منتخب الجبل الاسود وصربيا بدور الامم الاوروبية واضحت الصحيفة ان مورينيو يريد رؤية ثني صربين كولا ميلينكوفيتش مدفع فريق فيورنتينا الايطالية وزميله في المنتخب سيرجي ميلينكوفيتش ساويتش لاعب وسط الاتزيو واشارت الصحيفة الى ان مورينيو يريد تقييم ميلينكوفيتش قبل ضمه في ظل حوجته لمدفعا في يناير المقبل بينما من الممكن ان يكون ساويتش بديلا للدولي الفرنسي بولبوكبا الذي يريد الراحيل عن قلعة الالد ترافورد يستعد نادي مانشستر يونيتد لاجراء محادثات مع جيسي لينغرد في الفترة المقبلة من اجل تجديد تعاقده وذكرت صحيفة ميرور الانجليزية ان ادارة الشياطين الحمر تسعى الى تجديد عقد اللاعب اللاعب الانجليزي وقع عقد جديدا في الالد ترافورد في عام 2017 ساريا لمدة اربع سنوات ويحصل بمقتضاها لمية الف جنيه استرليني اصبعيا واصبح اللاعب صاحب الخامس والعشرين عاما جزا نساسيا من الفريق مما دفع ادارة النديل التفكير في مكافأته بعقد جديد واشارت الى ان مسولي اليونيتد مستعدون لفتح المحادثات مع لينغرد حول تلك الخطوة في وقت لاحق من هذا العام على ان يوقع عقدا محسنا في عام 2019 يذكر ان لينغرد بدأت نسيرته المهنية في اكاديمية منشستر يونيتد للشباب وسجل اربعة وعشرين هدفا وصنع خمسة وعشرين هدفا في مائة وسبعة وثلاثين مباراة في مختلف المسابقات اشهد البرازلين ماردا السلفا نجمي باريسان جرمان الفرنسي بمواطنه لوكاس باكيتا لعب فلامينغو البرازلية ويعد باكيتا هدفا لاندية بارشلونة ومانشستر يونيتد وباريسان جرمان لكن تقارير الصحافة الايطالية تؤكد ان ميلا توصل الاتفاق بالفعل مع فلامينغو وتفوق على الجميع في حسم الصفقة لصالحه ونشر موقع كالتشو مركاتو الايطالي تصريح نمار بشان باكيتا وقال لما تحدث مع باكيتا عن باريسان جرمان لكنني اعرف صفاته وانا متأكد من انه سوف يصبح لعبا كبيرا في المستقبل وافدت صحيفة غلوبوس بورتل بارازلية ان ميلا توصل الاتفاق مع فلامينغو يقضي بدفع الروسونيري مبلغا قيمته 35 مليون يورو للتعاقد مع باكيتا كشفت صحيفة كوريو دامان البرتغالي عن مفاجأة جديدة في قضية الاغتصاب المتهم بها نجم يوفينتوس الايطالي كريستيانو رونالدو وكانت الشرطة الامريكية قد قررت عادة فتح التحقيق في قضية رونالدو بعد ظهور يدلة جديدة ضده في اغتصاب فتاة تدعى كاثرين ميورغا في يونيو 2009 ووفق لما ذكرته الصحيفة فين احدى الحجج الرئيسية التي سيستخدمها رونالدو للدفاع عن نفسه ضد المحكمة هي ان نادري المدريد ضغط عليه من اجل التوقيع على الاتفاقية التي كشفت عنها ميورغا وزعمت السيدة ان رونالدو اغتصبها في احد الفنادق الفخرة في لاس فيغاس وتسبب لها في جروح وحتى لا ينتقل الموضوع للمحكمة تم تسويته بشكل ودي وبحسب الصحيفة فان مسؤولين من النادي اجتمعوا عدة مرات مع محامي رونالدو من اجل وضع حل للمشكلة واتفقوا على دفع مبلغ ملي لها وتم التوقيع على وثيقة بذلك وهو ما رفضه اللعب البرتغالي ولكن محامون ندي الملكي ضغطوا عليه عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك من هو الظهير الايسر الذي من الممكن ان يعوض مارسلو في ريال مدريت شاركنا برأيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر